السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة عامل معكم طبق شربة حلوة قوي. آآ شربة كريمة الدجاج. بطريقة سهلة جدا. وهيجبه جدا. بعد الطريقة دي ان شاء الله واش هتبطلوا تعملو. آآ طبق جميل ومغزي. ممكن تحطي جنب اي اكل في آآ بيلقمها حاجات كتير. وتحفى جدا يعني. اول حاجة جبت تواصل على النار. حاطيت فيها مكعب زبدة. هسيبها تسيح شوية كده. بعد كده عندي آآ ميتين جرام صدور دجاج. او لو عودت تستخدمي آآ اوراك دجاج مخلية عادي ما فيش مشكلة برضو تنفع. اديها تقريبة كده او تشويحة كده مع الزبدة. لو ما عندكيش زبدة ممكن استخدمي معلقة زبدة آآ دورة عادي. آآ بس هو الزبدة آآ بتنفع بتليق قوي مع الشربات وبتديه طعم حلو جدا في اي شربة. كده بعد الملفراخ وسط للون دوت اللي ابيض ده. بدأت هتبلها حطت لها نص معلقة صغيرة فلفل اسود. حطت لها الاول بصلية مبشورة صغيرة. وقلبتها معي. لازم تكون البصلية مبشورة. الشربة دي جميلة قوي انا بحبها جدا جدا. طعفة بجد. حطت لها فصين طوم مهروسين. نص معلقة فلفل اسود. وحطت لها برضو آآ راشة ملح. وراشة بهارات فريخ. وقلبتهم بالشكل ده كده. بتنفع برضو في العزومات. طبق كده جانب في العزومات. بتبقى حاجة جميلة جدا. وتشرف في اي عزومة. وبتعجيب ناس كتير. بعد كده تفتم علاقة كبيرة دقيق زي ما انتو شايفين كده. وابدأ لحد ما اديه ما يبقاش باين معي خالص. يعني اساوي دقيقتين كده دقيقتين كده يستوي معي بعد ما توصل للمرحلة دي كده. ابدأ بقى انزل عليها بكوبايتين مرأة آآ دجاج او مرأة فريخ. طبعا المرأة بتبقى متزبطة وفيها توابلها وفيها ملحها وكده. خبشها احتاجة زود ملح تاني. آآ بغطيها كده بال بالمرأة اللي عندي. وبعد كده اول ما تاخد غلوة منزل عليها بكوبايت كريمة لباني. لو ما عنديكش كريمة لباني بتدي في بديل آآ الكريمة اللباني. عبارة عن معلقتين كوبار قشطة متدوبين في في كوباية الا ربع لبن. بعد كده بغطيها. واسبها تاج لغلوة واحدة معي. غلوتين كده وبعد كده خلاص بتنزل. بسوا كده بعد ما نزلت من على النور بسوا جميلة جدا. هو ده القوام بتاعها بيبقى قوامها متوسط كده. آآ يعني خفيف بس مش خفيف قوي. في سمك كده بسيط. بسوا جميلة جدا. ولونها بيبقى جميل. طعمها احلى بكتير. كده انا غرفت الطبق اهو. مصتو جميلة جدا. طحفة. بعد كده عندي شوية كرافس مع الطعام صغير كده. وابدأ ازين بهم الطبق وكمان بيدي طعم حلو قوي قوي مع الشربة دي. لو ما عنديكش كرافس ممكن تستبدليه باا كوز برع او بقدونس عادي جدا. بس الكرافس بيديها طعم حلو قوي قوي. ان شاء الله جربوها وتعجبوها. لو عجبكم الوصفة دي منسوش تعملوا لايك. ولسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل فيديو جديد. بحبكم جدا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته